أصعد الله مساكم مشاهدين الكرام وهلا بكم إلى هذا اللقاء عودة الاستقرار على المناطق الغربية والوسطى رغم ذلك خلال هذه الأمسية كانت سحب كثيفة على المناطق الشرقية على السواحل وحتى على المرتفعات اهتمال لسماع بعض الرعود خلال هذه الليلة إن شاء الله على منطقة الأوراس دائما سحب انتشرت من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاصلي إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي هنا كذلك اهتمال لبعض الأمطار الخفيفة يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب عودة الاستقرار على كافة المناطق الشمالية أجواء مشمسة وصحوة على السواحل وحتى على المرتفعات ولكن بعد انقشاع ضباب خلال صباحة الغد على المناطق الشرقية والوسطى دائما انتظار سحب أواخر النهار إن شاء الله ستلتحق على المناطق الغربية سحب ستنتشر من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاصلي وتبقى السماء الصافية بباقي المناطق الأخرى الإشارة فقط تريح ستشتد على المناطق الجنوب الشرقي مثيرة لزوابع رملية خلال هذه الليلة درجات الحار الدنيا تطرح ما بين 5 درجات إلى غاية 10 درجات وهذا على المناطق الشمالية أقوى 12 درجة على السواحل الشرقية 13 على بشار وحتى على تندوف 26 درجة على المقياس على قصى الجنوب خلال ظهيرة الغد درجات الحار القصوى ستعرف ارتفاع مقارنة بالتي سجلت اليوم وخاصة على كافة المرتفعات والسواحل حيث سنرتقي بـ 26 درجة على معسكر غيليزان شلف وحتى على تلمسان نفس المقياس على قصنطينة وحتى على قلمة ميلا خنشلس وقهرس 24 درجة هنا بالعاصمة 25 درجة على كل من تزيوزو البويرة وحتى على الجلفة والسواحل الغربية 30 درجة على بشار و30 درجة على تندوف تقريبا نفس المقياس على مرتفعات الهوغار والتسلي ترتفع دائما على أقصى الجنوب إلى غاية 40 درجة على كل من برج برج المخطأ وحتى على إنقزان البحر يوم الغد به حول الله يبقى من قليل اتراب إلى مطارب أقول من مطارب إلى قليل اتراب على كافة السواحل حتى الرياح ستشتد على الجهة الغربية تصل 50 كم في الساعة تبقى ضعيفة إلى معتدلة على السواحل الوسطى لكن ضعيفة تماما على الجهة الشرقية البقية تقول خلال أيام القليلة القادمة إن شاء الله داء استقرار في حالة التقص على كافة المناطق الشمالية لكن ستتشكل سحب رعدية إن شاء الله احتمال لسقوط أمطار على المرتفعات الداخلية الشرقية تقريبا نصف الوضعية الجوية يوم السبت إن شاء الله لكن يوم الأحد بحول الله ستعود السحب من جديد على الجهة الغربية لكن تحسن على المناطق الوسطى والشرقية وحتى على المناطق الجنوب يومي السبت والأحد على المناطق الصحراوية هنا ستتشكل خلايا رعدية أواخر النهار على أقصى الجنوب وحتى على مرتفعات الهوغار والتسلي ودرجات الحرارة تبقى في استقرار على السوحل وحتى على المرتفعات لكن ترتفع على أقصى الجنوب أما عن وقت شرق الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في حدود السادسة وثلاث دقائق صباحا ولأكثر تفاصيل عنوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة شكرا على المتابعة في أمان الله